موسيقى بسم الله والابن الروح القدس الإلهي الوحد أمين النهاردة 12 هاتور تسكار رئيس الملكة الجليل مخايل وسنكسار بيذكر القصة بتاعة دورثيوس وزوجته ثقوبستا اللي كانوا بيعملوا التسكار بتاع الملاك مخايل كل يوم 12 في الشهر الإبطي فهما افتقروا جدا وما كانش معاهم أي شيء ففكروا ان هما يبيعوا الملابس بتاعتهم علشان يقيموا الوليمة اللي كانوا بيعملوها كل يوم 12 في الشهر من أجل الفقراء فهم ما عندهمش حاجة فيبيعوا هدومهم ظهر ليهم ملاك مخايل ومنعهم وقال لهم تروحوا لفلان علشان تاخدوا منه خروف بتلت دينار وتروح عند فلان علشان تاخدوا منه حوت سمك يعني سمكة كبيرة بتلت دينار وتروح عند فلان بتاع الأمح عشان تاخدوا منه اللي انتوا عايزين وما تفتحش السمكة دينار غير لما أكون أنا معاك فعلا عمل كده هوت القديس دورسيوس وزوجته ساوبستا راحوا اشتروا الحاجات دي كلها الخروف والسمكة واشتروا الأمح عملوا منه الخبز وعملوا الوليمة وفتحوا الخزانة بتاعتهم لقوا ان فيها كل شيء موجود فقدموا لكل الفقرة وعملوا الوليمة الجميلة بتاعتهم بعد كده هوت ظهر برضو الملات مخايل ديهم وفتحوا السمكة لقوا جواها تلت أطلات دهب يعني يعني زي جنيت دهب مثلا تلت أطلات علشان التلت الأولاني يدوه للراجل اللي خده منه الخروف والتلت التاني يدوه للراجل اللي خده منه السمك والتلت التالت يدوه للراجل اللي خده منه الأمح ولقوا بعد كده هوت موجود 300 دينار قال لهم الملات مخايل ديت علشانكم وعلشان أولادكم فالقراءات النهاردة بتتكلم عن الملائكة فالبولوس يتكلم عن خدمة الملائكة وعملهم قول عن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامهم لهيب نار وبرضو بفصل بولوس أليس جميعهم أرواحا خدمة مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرثوا الخلاص فصل الكاتليكون يقول تمسكه بالإيمان أو يتكلم عن التمسك بالإيمان كالملائكة فيقارن بين الملائكة الأشرار هو الشيطان لما لم يتمسك ولم يحتفظ برياسة بتاعته وبعد كرهوات يقارن بينه ما بين الملائك مخايل في الموقف اللي هو حاج عن جسد موسى يقولوا الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام دوات على الانشطان أما عن الملائك مخايل يقول أما مخايل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجن عن جسد موسى لم يقصر أن يورد حكم إفتراء بل قال لينتهرك الرب فإحنا المفروض نتمسك بالإيمان زي الملائكة زي ما عمل الملائكة بخائية فصل الإبراكسيس يتكلم عن عمل الملائكة في الخلاص ويذكر القصة بتاعة كرنيليوس فيذكر قول الملائك لكرنيليوس صلواتك وصداقاتك صعدت تسكارا أمام الله والآن أرسل إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس وهو يقول لك ماذا ينبغي أن إيه أن تفعل أما فصل الإنجيل فيتكلم عن عمل الملائكة في الدينونة الملائكة عملهم في الدينونة أنهم يطرحوا الأشرار في البحيرة المتقضة في النار والكبريت هكذا يكون في انقضاء العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفعيل الإثم يطرحونهم في أتون النار فصل الإنجيل قبل ما ندخل دي في مقدمة كرهوات مش موجودة نهاردة في القراءة بس هي قبل فصل الإنجيل على طول وفي ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر وابتدأ أيضا يعلم عند البحر فاجتمع إليه جمع كثير حتى أنه دخل السفينة وجلس على البحر والجمع كله عند البحر على الأرض يعني المشهد أن السيد المسيح خرج من البيت وقعد عند البحر والناس بدأت تتجمع عند البحر فجم جمع كثير قوي فدخل السيد المسيح السفينة والجمع كان خارج السفينة فالبيت هو السماء السيد المسيح طرق السماء وجه علشان يتجسد من أجلنا هو دوت البيت اللي هو خرج يسوع من البيت يعني خرج من السماء خرج من اللدن بتاع الله علشان ييجي الأرض متجسدا البحر إشارة إلى العالم والسفينة إشارة إلى التجسد أو إلى إيه إلى الصليب فكأن السيد المسيح جاي علشان يلطقي بينا أو يلطقي معانا مش علشان يضلنا السيد المسيح جاي علشان يقعد مع الجمعة علشان يدي التعليم بتاعته وبعد كراهوات يفديهم هو دوت المخصوص جاي علشانه السيد المسيح مش علشان يدن ففي نفس الوقت بيقول لنا أوعوا بقى أنتوا في فاصل الإنجيل نفسه في القراءة بتاعت النهاردة أوعوا أنتوا تدخلوا في حتة الدينونة فيدينا ثلاث أمثال عن الملكوت لأن الهدف هو الملكوت اللي هدف هو المسيح والملكوت بتاعه فالثلاث أمثال المثل الأولان عن الحنطة والزوان والمثل الثاني عن حبة الخردل والمثل الثالث بتاع الخمير الذي يخمر العجين كل في المثل الأولاني يقول لنا لا تدين خلي بالك أوع تقع في الدينونة ده أنا جيت علشان ألطقي معاك ألطقي بيك من خلال السفين اللي هي الصليب عند البحر اللي هو العالم علشان ألطقي بيكم كلكم اللي هو أنتوا إيه الجموع وخرجت مخصوص من البيت اللي هو إيه اللي هو السم فأنا جاي علشان أخلصك أنت تدين أخيك ففي المثل بتاع الحنطة والزوان أن الله زرع حنطة ففي عدو جهه وزرع في الحنطة دية زوان يشبه ملكوت السموات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظرهر الزوان أيضا ففي المثل دوت الإنسان اللي هو زرع الزرع هو الله هو السيد المسيح فيما الناس نيام اللي هو الرعاة جاء عدوه مين هو عدوه اللي هو إبليس عدوه مين مش عدوه بقى الناس ولكن عدوه مين عدوه الله عدوه هنا إشارة إلى الله وزرع زوانا في وسط الحنطة الزوان هم الأشرار والحنطة هم أولاد الله الأبرار ومضى فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا فينهوة الحنطة اللي هم أولاد الله ممكن يقولوا إحنا مش عايزين الزوان معنا ماينفعش يقولوا كده هو فقالولوا أن إحنا عايزين نشيل الزوان دوت ننزع الزوان لكن الله رفض إنهم ينزعوا الزوان ممكن إحنا بننشغل بنزع الزوان نتحول إلى زوان ممكن إحنا بننشغل بالناس عن أنفسنا نتحول إحنا للأفعال بتاعت الناس دي زي ما هم بيعونوا إحنا نعمل بالزبط أكثر فأنا لما بنشغل بالخطيئة بتاعت غيري بنسى الخطيئة بتاعتي ففيما أنا بفكر في الزوان ممكن أنا طحنطة أتحول إلى زوان وممكن في نفس الوقت الزوان يتحول إلى حنطة يمكن من النحية العملية ما بينفعش ولكن من النحية الروحية ده بينفع ويا ما شفنا زوان يتحول إلى حنطة ويا ما شفنا حنطة تحولت إلى زوان يا ما شفنا أولاد الله تحولوا لأشرار والعكس يا ما شفنا ناس كانت بعيدة كل البعد عن الله وكانوا ناس عظام جدا في الله وقدسين واستشهدوا على إسمه فالمهم أن أنا أفكر في نفسي باستمرار أن أنا ما أتحولش إلى زوان في المثل ده الله بيظهر الحنان بتاعه الناس نفسهم عندهم استعداد أن هما يكلعوا الزوان والملائكة طبعا ديت الشغلانة بتاعتهم أن هما ممكن حصادين أن هما ممكن يشيلوا الزوان ولكن الله امتنع ومنع قال لأ ما تشيلوش الزوان عن الحنط ده يدل على حنان الله على الوقوع في يدي الله خير من الوقوع في يدي ولكن الحنطة تجمع في إيه المثل الثاني اللي بيتكلمنا عنه النهاردة فاصل الإنجيل هو مثل حبة الخردة حبة الخردة هي صغيرة جدا ولكن حبة صغيرة تصير ايه شجرة كبيرة دي زي بالزبط الكنيسة بدأت بتلاميذ عددهم قليل 12 تلميذ واصبحت دلوقتي ايه منتشرة في جميع ايه في جميع الأم فهي ديات حبة الخردة حبة الخردة اللي هي حياة الإنسان روحيا تبدأ حبة صغيرة بمعرفة بسيطة بعد كذا هو تيبقى إنسان عنده إيمان كبير جدا ومحبة عظيمة لله حبة الخردل غير مقبولة في طعمها غير مقبولة في طعمها يعني لو حد جاب حبة خردل واستطعمها هيلقى الطعم بتاعها صعب جدا ما يقدرش ان هو يستطعمه او يستلز بيه ولكن الحبة ديات الغير مقبولة تصير شجرة ايه شجرة عظيمة مقبولة فان هو بتشير الى ايه تشير الى السيد المسيح نفسه السيد المسيح كان غير مقبول ولكن السيد المسيح صار شجرة عظيمة تتأوى فيها كل الطيور برضو الحبة الغير مقبولة ديات ممكن تشير الى حياة الانسان ممكن انا اكون بالألم غير مقبول اتألم فاكون غير مقبول او اظهر قدام الناس ان انا غير مقبول الناس اللي بيعرضوني في الايمان او ضد الايمان بتاعي ببقى غير مقبول بالنسبة لهم فانا حبة غير مقبولة ولكن لما اطفن في الارض والارض انهوت رمز للتجارب والمتاعب والظلام دوت والاثقال ديت رمز للشهوات التقيلة اللي بتكون على الانسان لما اطفن واقاوم بالروح ويكون عندي جهاد ففي الحالة دي تيحقص اصير شجرة عظيمة فكأن السيد المسيح بيقول لنا المثل الاولاني علشان اخلي بالي من الدينون ما ادنش ومنثل التاني بتاع حبة الخردل علشان اتحمل الالم المثل التالت بتاع الخميرة الخميرة في الحقيقة هي مأخوذة من الضقيق خميرة هنا تشير الى السيد المسيح الذي يخمر العجين كله فالسيد المسيح خد الجسد بتاعنا علشان يخمر الضقيق بتاعنا اخذ الطبيعة بتاعتنا علشان يطهر الطبيعة بتاعتنا علشان الطبيعة بتاعتنا فسد فالخميرة هناك اشارة للسيد المسيح في المثل دا بيقول ان في امرأة خبت خميرة في ثلاث اكيال ضقيق الخميرة دي تخلت الثلاث اكيال ضقيق كلهم يختمروا فالمرأة هناك اشارة للكنيسة بتخلق السيد المسيح في الثلاث كلاد ضقيق طب يطرق ايه هما الثلاث كلاد ضقيق الثلاث كلاد ضقيق هما اشارة للانسان نفسه نفس وجسد وروح الثلاث كلاد دولة اللي هون نفسه الجسد والروح لما يكون موجود فيهم السيد المسيح كخميرة تخمر العجين كله فاخيرا كان السيد المسيح بيقول لنا بالثلاث امثال دولة خلي بالك انا زرعتك حنطة ما زرعتكش زوان فخلي بالك بالإدانة بتاعتك ممكن تصير ايه تصير زوانا والحاجة التانية في حبة الخردل يقول لك لازم تصبر على الالام لان بالالام ديت لما تدفن حبة الخردل في الارض تصير شجرة عظيمة لكن لو ما تدفنتش هتبقى وحيدة لوحدها وفي المسيح التالت بتاع الخمير يقول لك سلم نفسك وجسدك وروحك لله اللي هو الخمير وخلي الله في تصرفاتك خلي الله في فكرك خلي الله في سلوكياتك في كل شيء يخصك علشان في الحالة ديت فعلا يختمر العجين كله فالهدف من الكراءات بتاعت النهاردة هو ان انا اكون حنطة لا زوان والنقطة التانية ان انا اكون زي حبة الخردل اطفن في الارض عشان اكون شجرة عظيمة في الايمان والنقطة التالتة والاخيرة ان انا اختمر بالسيد المسيح نفسا وجسدا وروحا ربنا يدينا نعمة وبركة نسمع كلامه ونعمل به لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل اوان وإلى ظهر الظهور كلها ألم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة